اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها أولاً يضبط فلاح عملية توزيع إنتاجه اليومي من الحليب في جدول يسمح له بتعرف دخله تجار المنطقة الأول ثلاثة ديكالتر واثنان لتر الثاني إثنان ديكالتر الثالث إثنان ديكالتر وثمانية لتر ثمن الديكالتر الواحد بالمليم ستة آلاف وعشرة مركز تجميع الحليب الكمية بالديكالتر تسعة ثمن الديكالتر الواحد بالمليم خمسة آلاف وخمسون قدرت مصاريف الإنتاج علف يد عاملة ب سلاسة وستين ألف وخمسمائة وثلاسين مليم في الأسبوع ألف أبحث عن ثمن الحليب المبيع لتجار المنطقة الإجابة كمية الحليب المباعة لتجار المنطقة ثلاثة ديكالتر واثنان لتر زائد إثنان ديكالتر زائد إثنان ديكالتر وثمانية لتر يساوي إثنين وثلاثين لتر زائد عشرين لتر زائد سمن كمية الحليب المباعة لتجار المنطقة سمن الديكالتر الواحد بالمليم في كمية الحليب المباعة لتجار المنطقة ستة ألاف وعشرة مليم في ثمانية ديكالتر يساوي سمانية وأربعين ألف وثمانين مليم باء أبحث عن سمن الحليب المباعة في اليوم الإجابة سمن كمية الحليب المخصصة لمركز تجميع الحليب الكمية بالديكالتر في ثمن الديكالتر الواحد بالمليم تسعة ديكالتر في خمسة ألاف وخمسون مليم يساوي خمسة وأربعين ألف وأربعمائة وخمسين مليم ثمن الحليب المباعة في اليوم ثمن كمية الحليب المبيعة لتجار المنطقة زائد ثمن كمية الحليب المخصصة لمركز تجميع الحليب ثمانية وأربعين ألف وثمانون زائد خمسة وأربعين ألف وأربعمائة وخمسون يساوي ثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة وثلاثين مليم ثمن الحليب المباعة في الأسبوع ثمن الحليب المباعة في اليوم في عدد أيام الأسبوع ثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة وثلاثون في سبعة يساوي ستمائة وأربعة وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة مليم جيم أبحث عن مقدار الربح الذي يحققه الفلاح في الأسبوع الإجابة مقدار الربح الذي يحققه الفلاح في الأسبوع ثمن الحليب المباعة في الأسبوع ناقص مصاريف الإنتاج ستمائة وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وعشرة مليم إلا ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثلاثون مليم يساوي خمسمائة وواحد وتسعين ألف ومئة وثمانين مليم ثانياً خمس شاحنات تحمل أكياس قمح لها نفس الكتلة أرادت عبور جسر كتلة الشاحنة كاف وهي فارغة ألفان وخمسمائة وستون كيلوغرام تحمل هذه الشاحنة خمسين كيساً كتلة الواحد منها خمسون كيلوغرام الشاحنة محملة الكتلة بالكيلوغرام لام ثلاثة ألاف وستمائة وواحد وخمسون كاف صاد أربعة ألاف وخمسمائة واو ألفان وخمسمائة أربعة ألاف وخمسمائة كيلوغرام طاقة تحمل الجسر ألف أذكر الشاحنة التي لا يسمح لها بعبور الجسر الإجابة الشاحنة التي لا يسمح لها بالعبور هي الشاحنة كاف لأن حمولة الشاحنة كاف تساوي ألفين وخمسمائة وستين زائد خمسين في خمسين يساوي خمسة ألاف وستين كيلوغرام وطاقة تحمل الجسر أربعة ألاف وخمسمائة كيلوغرام باء أساعد صائق هذه الشاحنة في البحث عن الحل الإجابة الحمولة الزائدة للشاحنة كاف خمسة ألاف وستون كيلوغرام إلا أربعة ألاف وخمسمائة كيلوغرام يساوي خمسمائة وستين كيلوغرام لكي يعبر صاحب الشاحنة كاف يمكنه أن يضيف الحمولة الزائدة خمسمائة وستون كيلوغرام إلى الشاحنة لام أو الشاحنة واو لأن حمولتهما أقل من طاقة تحمل الجسر ترجمة نانسي قنقر